قرر الرئيس الجزائري عبد المبيد تبون إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الحرائق التي اقتاحت عددا من الولايات وأصفرت عن وفاة 65 شخصا من بينهم 28 جنديا وبدوره كشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أن التحريات الأولية أثبتت أن هذه الحرائق كانت بفعل إجرامي وتم اختيارها بدقة دول البحر المتوسط أصبحت بؤرة لحرائق الغابات فاقمت منها موجة التقس الحارة ودولة الجزائر كانت ضحية للتقس السيء حيث استعرت حرائق الغابات بمنطقة القبائل شرقي العاصمة وبينما تم نشر مئات الجنود لمساعدة في إطفاء الحرائق لقي العشرات من هؤلاء الجنود مسرعهم بالإضافة إلى مدنيين آخرين في حين غطت صحب الدخان الكسيف معظم جبال منطقة القبائل الأمر الذي أدى إلى إعلان حالة الحداد الرسمي في البلاد لمدة ثلاثة أيام رئيس الوزراء الجزائري أيمان بن عبد الرحمن اتهم أياد إجرامية بالتسبب بإشعال الحرائق في بلاده مشيرا إلى أن اختيار بعض الأماكن كان مقصودا لتصعيب وصول الإسعافات والنجدة بينما تحاول فرق الحماية المدنية إخمد عشرات الحرائق في سامانية عشر ولاية في شمال البلاد قد أسدين تعليمات للوفد بطمأنة كل المواطنين وكل الذين خسروا مساكنهم أو ثرواتهم أو مواشيهم أو ثرواتهم الزراعية أكدنا بأن الدولة سوف تقوم بتعويضهم تعويضا كاملا وتاما عن هذه الخسائر وفي محاولة للسيطرة على الوضع الذي خلفته حرائق الغابات أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليماته لاتخاذ التدبر اللازمة للتغلب على هذه الحرائق مؤكدا أنه تم تجنيد كل الوسائل المتاحة ماديا وبشريا للتصدي لهذه الحرائق التي تمس عدة ولايات وسيتم تعويض المتضررين